اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الحلقة من برنامج هنا بيروت اليوم الاثنين واحدة وعشرين شباط الفين واثنان وعشرين ضيفي في الستوديو المحلل السياسي فيصل عبدالساتر أهلا وسهلا فيك استاذ فيصل اليوم كتير المواضيع اللي راح نقش على طاولة هنا بيروت بداية من المسيرة حسان وماذا بعد هذه المسيرة التي دخلت إلى العمق الفلسطيني المحتل لنحو سبعين كيلومتر بحسب بيان حزب الله وعادة سالمة بعدما أنجزت مهمتها في لبنان الرد الإسرائيلي ما هي قراءتك لهذا الرد اليوم هل هناك مفاجآت تحضرها حزب الله إضافية هل هناك قواعد اشتباك تغيرت بين حزب الله والعدو الإسرائيلي في أشأن المحلي الانتخابات النيابية إلى أين هل فعلا ستحصل هذه الانتخابات هل هناك مخاوف من عدم حصول هذه الانتخابات أو أيضا هناك حديث طرأ في الساعات الماضية عن تأجيل إلى آخر أيلول يعني تطرح هذه الأمور أيضا موضوع الترسيم البحري موقف الرئيس عون وموقف حزب الله من هذا الترسيم وغير من المواضيع طبعا ستكون محور نقاشنا اليوم في هنا بيروت أهلا بك مجددا لنبدأ من المسيرة حسان يعني ربما ليست المرة الأولى التي يرسل بها حزب الله مسيرات إلى العنق الفلسطيني المحتل ولكن بعدما تحدث العدو الإسرائيلي عن هذه المسيرة أفضر حزب الله البيان الواضح الذي تحدث فيها عن مهمة أو قال أن هذه الطائرة المسيرة نفذت المهمة الموكلة إليها وعادت ولم تتمكن القبة الحديدية حتى من التصدي لها ماذا يعني أن تدخل طائرة لحزب الله في هذا التوقيت بالتحديد إلى تقوم بتصوير مواقع ربما تكون محددة جدا في العمق الفلسطيني المحتل نحو أربعين دقيقة وتعود سالمة دون أن تتمكن إسرائيل أو العدو الإسرائيلي من الإيقاع بها أولا تحياتي لأيلي كل المشاهدين وشكرا لهذه الاستضافة أول مرة بكون معك حليمة بهذه الفقرة ومبروك لأيلي أن تكون محاورة على قناة الجديد فهذا أيضا يسجل في خانة التقدم المهني لأيلي شخصيا وطبعا يعني ما تفضلت به ربما يكون هو الآن محور الحديث في الساحة اللبنانية وفي أكثر من ساحة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالم المهم في هذا الأمر هو مقالة بسماحة السيد حسن نصر الله في أنه في مقابلة على قناة العالم الفضائية قال أن سندخل أو منظومة الدفاع الجوي حيث التفعيل ماذا يعني مثل هذا الأمر؟ كانت الترجمة العملية له بعد أيام قليلة من المقابلة وبعد 48 ساعة تقريبا من خطابه في ذكرى القادة الشهداء هذا يعني أن حزب الله دخل مع العدو الإسرائيلي في مرحلة جديدة مختلفة تماما عن كل المراحل السابقة هل هذا يعني هو توازن أيضا فيما يعني سلاح الجو أو مرحلة جديدة لها علاقة بسلاح المسيرات؟ كما يعلم الجميع الآن وهذا ليس سر الواضح أننا مقبلون على حرب جديدة في هذا العالم ستصبح عنوانها أو سيصبح عنوانها حرب المسيرات وهذه الحرب المهم أن تثبت فيها جدارة معينة الواضح أن حزب الله دأب منذ سنوات على العمل بهذه التقنية عندما يقول أن هذه الطائرات هي من صنعنا هي صناعة لبنانية والطريق في هذا الأمر أنه يعني خرجت الكثير من التغريدات بتحب لبنان حب صناعته هذا دليل على أن العقل الوقاد لدى الشباب في حزب الله يعمل منذ فترة طويلة على هذا الأمر سبق لحزب الله أن قام بمثل هذا الأمر وإن كان بطريقة محدودة في بعض المسيرات التي مرت في فترة ماضية ربما من سنوات قليلة لكن لم تكن بهذا المستوى من التقنية والفعالية اليوم نتحدث عن شيء آخر تماما وطبعا الفضل بهذا الأمر يعود إلى القائد الكبير الشهيد القائد الكبير الحج حسان اللقيس الذي كان يعتبر دماغا مهما في حزب الله يعمل على مثل هذا الأمر ولذلك تيمنا به ووفاءا له سميت المسيرة باسمه باسم حسان طيب ماذا بعد حسان هذا هو السؤال الأهم ماذا في خصائص حسان الذي يمكن البعض ربما لا يلتفت إلى مثل هذا الأمر وأعتقد أن حزب الله لن يدخل في تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع لكن الواضح أن العدو الإسرائيلي بات يمتلك ربما بعض التفسيرات لأن هذه الطائرة استطاعت أن تصل إلى هذا العمق سبعين كيلومتر استطاعت أن تربك كل منظومة الدفاع الجوي منظومات الباتريوت وغير ذلك أجهزة الإنزار المبكر وكل المحاولات التي حاول بها العدو الإسرائيلي أن يسقط هذه الطائرة باءت بالفشل نتحدث عن 40 دقيقة الذين يفهمون بالأمور العسكرية هذا أمر كبير جدا وليس أمرا عاديا وليس أمرا بسيطا نحن لا نتحدث عن طيران حربي نتحدث عن مسيرة كانت تجول بخط عرض ويقال أن محملي بكاميرا كانت تصور وتلتقط الصور لنقاط محددة حزب الله كان دقيقا في التعبير قال أن الطائرة المسيرة حسان مشت تقريبا بعمق 70 كيلومتر شمال فلسطين المحتلة لمسافة 40 دقيقة أو مدة 40 دقيقة نفزت مهمتها بنجاح وعادت سالمة أعتقد أنه كان يريد أن يكمل عادة سالمة غانمة لكن غانمة ستبقى ملكا لحزب الله ما الذي فعلته هذه الطائرة ربما سيأتي يوم ويتحدثون فيه عن هذا الأمر المهم في هذا الموضوع حليمة أن هذه الطائرة ربما تكون مزودة بتقنيات متطورة جدا وهذا الذي كان عصيا على الموضوع الإسرائيلي ما هذه التقنية هل هي تقنية إلكترونية كهربائية منظومة تفلت من الأسلحة المضادة أو ما يسمى بالمواضيع القبل الحديدي التي تواجه عادة هذا هو السؤال المسألة ليست صدفة عابرة وليست مثل ما يقول نحن باللبنان من قول استروبيا لا هذه المسألة مصممة بطريقة متعيزة جدا لديها فعالية معينة وهذا هو الأمر الأمر الثاني هل سيكون هناك ما بعد حسان هل حسان أدخلتنا في مرحلة جديدة أنا أعتقد أن العنوان الأهم في هذا الموضوع ربما يكون أن حزب الله الآن قد أصبح ندا حقيقيا للعدو الإسرائيلي بهذا المعنى يعني يستطيع أن يخترق الأجواء في فلسطين المحتلة يستطيع أن ينفذ مهمات معينة وربما تكون مهمات أكبر بكثير من المهمات التقليدية التي تقوم بها بعض المسيرات التي نراها يعني ممكن أن نرى باليمن نمازج من هذا الموضوع وهذا ربما يعني فيه شيء من المحاكاة إذا صح التعديد بالمعنى المهمة فيه رسائل للعدو الإسرائيلي تحديدا أنه قاعد النظر بمنظومة القبة الحديدية لديك قاعد النظر بالمضادات التي تضاها على الحدود إذا أردت أن شن حربا مقبلة يعني ربما لن تستطع أن تتصدى لما سيرسله حزب الله إليك فيه نوع من الرسائل نحن الآن نتحدث عن المسيرة نتحدث عن سلاح الطائرات المسيرة أما ما هو أهم من ذلك هو الصواريخ الدقيقة وبتعبير أدق ربما صواريخ زكية نتحدث هنا عن تطور كبير جدا أيضا على مستوى هذا الأمر ربما بعض وسائل الإعلام التابعة للإعلام الحربي كشفت عن صاروخ اسمه علاء نسبة للشهيد القائد علي فياض علاء البوسنة لكن هناك صواريخ ما هو أهم من ذلك بكثير أنا أعتقد أن هذا الصاروخ كان بمجرد أيضا رسالة إعلامية يعني للعدو أن يفهمها ولكل من يساند العدو أن يفهم مثل هذا الأمر هل هذا يعني أعود مرة ثانية إلى خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن مصر الله الذي كان دقيقا وأعتقد أنه ألمح إلى شيء له علاقة بعملية صارية في السبعة وتسعين يعني بمعنى من المعاني إذا لم يتحدث بشكل مفصل سماحة السيد لكنه كان يقول للإسرائيلي أن محاولتك الأخيرة التي حاولت فيها أن تصل إلى بعض الأماكن أو تتقصى عن بعض الأماكن يعني على طريقة المثل اللبناني عندما يتحدث الأمين أنت لا طيلنا ونحن صالحين لك لكن عندما يتحدث أمين عام حزب الله عن عملية صارية نذكر أن عملية صارية صار فيها إنزال هل يعني ذلك أنه حصل إنزال في مكان ما من قبل الإسرائيلي أو محاولة وفشلت وجاء الرد بحسان أو كان هناك محاولة لا أريد أن أفسح كثيرا لكن كان هناك محاولة وأعتقد أن حزب الله هو الذي يملك تفاصيل هذا الموضوع وليس من الدقة أو ليس من المعقول أنا أن أتحدث عن هذا الأمر يبقى هذا الأمر بعهدة حزب الله لكن المحاولات الإسرائيلية في هذا الإطار هي أكثر من محاولة يعني ليست فقط ما ألمح إليه سماحة السيد حسن نصر الله وإن لم يفصح بالكامل عن هذا الموضوع لكن الواضح أن الشفرة بينه وبين العدو الإسرائيلي مفهومة تماما يعني هو يعلم تماما في نبرة الخطاب في طريقة إرسال الرسائل يفهم تماما العدو الإسرائيلي ما الذي كان يفعله منذ فترة وما الذي كان يتوقعه من حزب الله عكل حال الآن هذه القضية انتهت لكن المهم الآن هو فيما أعلنه السيد حسن نصر الله في أن انصارية ستكون بانتظارك يعني هذا يعني أن العدو يفكر بشيء من هذا النوع يفكر بعملية نوعية يظن أنه ممكن أن يحقق فيها هدفا كبيرا وهو يعتبد بذلك بالمناسبة على هذه الشبكات التي تعمل في الداخل اللغناني والتي شرى توقيف يعني عدد منها طبعا وهي ليس من فراغ يعني هذا العدد الكبير تكاثر هذه الشبكات دون أن تعلم ببعضها ببعض أو دون أن يعلم بعضها ببعض هذا يعني أن العدود الإسرائيلي يعمل بشكل دؤوب في الداخل اللبناني هو مهمته أن يجمع المعلومات بأي شكل ما أشكال حتى لو كانت من باب المعلومات الهامشية أي شيء يتعلق بحزب الله بالنسبة إليه يعتبر صيدا معلوماتيا ممكن أن يراكم عليه أو أن يراهن عليه أو أن يعمل عليه لذلك عندما نرى مثل هؤلاء عندما يكتبون أو عندما بعض وسائل الإعلام المحلية مع الأسف تكون ناطقة إلى حد ما بما يريده الإسرائيلي سواء عن عمد أو عن كره يعني نتيجة الخصوم السياسية ممكن تصل به الأمور إلى حد أنه يزدي خدمة للعدو الإسرائيلي وإن كان لا يقصد وفي بعضهم ربما كان يقصد يعني بشكل أو بآخر لا أريد أن يدخل في حلقة اتهام لكن الواضح أن هذا المناخ يشجع الإسرائيلي أكثر فأكثر على الدخول في العمق اللبناني لما يكون ثمن المقالي 200 و300 دولار أو ثمن المعلومي 200 و300 دولار يعني عمليا في رخص يعني صارت العمالة يعني رخص الفجل كمان وهذا يعني أن العدو الإسرائيلي أيضا يستغل الواقع اللبناني بشكل كبير ويعمل تحت مظلات متعددة وهناك وسطاء يعني هم يتبرعون لأن يقدموا مثل هذه الخدمات ربما لا يكون لبناني الوسيط أيضا ربما يكون أجنبي يعني من دولة غربية تحت عنوين وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الذي حدث في الشبكة الأخيرة هذا بالنسبة للطائرة حسان تحدثنا ربما قد يكون هناك مفاجآت في الأيام المقبلة من قبل حزب الله أو في الأشهر المقبلة ولكن كان الرد الإسرائيلي على شكل طائرتين حربيتين تصولان وتجولان في الأجواء اللبنانية على علو منخفض جدا كاد أن يلامس أسطح الأبنية ماذا تعني هذه الرسالة الإسرائيلية يعني أولا أريد أن أتحدث هنا بالمنطق العسكري هذا ليس بالجديد على اللبنانيين وهذه عملة يعني مثل ما بقولوا يعني جربناها كثير يعني لم تقدم شيئا جديدا بالنسبة للخبراء بالعمل العسكري ولكن هالمرة الأولى يعني بعدها يعني بالفترة الأخيرة من 82 لم تلامس طائرات هو كان يريد بشكل أو بآخر أن يعبر عن هذا الغضب الشديد الذي أصيب به وبالتالي هذا الغضب ترجمه بطائرات أو غارات وهمية أو بخرق لجدار الصوت ربما يعني اللبنانيون منذ زمن بعيد لم يسمعوا بمثل هذا الأمر علّه بذلك يحدث حالة من الرعب لدى اللبنانيين هلا بكل حال أنا لا أنفي أن هناك من يعني عادة يتوجس أو يخاف وهذه مسألة طبيعية يعني الإنسان حق أن يستخاف بعد أربعة أب أكيد أكيد لا لا بصرف النظر حتى لو ما في أربعة أب نعم حتى لو ما في أربعة أب حتى لو كل الناس هي مع المقاومة مئة بالمئة دون أي حساب لكن الخوف خصيصة إنسانية ممكن أي واحد أن يصاب بها مرة بيكون هذا الخوف هو عبارة عن خوف من الإسرائيلي ومرة هو خوف من نفس الفعل يعني بشكل لا إرادي الخوف اللا إرادي مسألة ممكن أن تحصل حتى مع المقاتلين في الجبهات الذين يعني هم يصلون ويجلون واعتادوا على مثل هذا الأمر تحصل مثل هذه القضية عندهم لكن ما الذي أراده الإسرائيلي في هذا الإطار أنا أتحدث هنا بلغة ربما يعني البعض لا تعجبه أو تعجبه ما بعرف بس عادة يعني للذين يخبرون مثل هذا السلوك هذا السلوك ليس بالجديد يعني يعني اعتدنا على مثل هذا الأمر وإن كان قطعت سنوات طويلة لكن هذا لن يغير شيء في المعادلة التي أرسيت يعني أن تقوم طائرة إسرائيلية ما عم تقوم طائرات الإسرائيلية من فوق السماء اللبنانية وتستهدف سوريا منذ سنوات صحيح سواء من البر أو من البحر أو من السماء يعني عم يصير في قصة من فلسطين محتلة لبعض المواقع تقول الأوساط الإسرائيلية أو الإعلام الإسرائيلي أو ناطق باسم الجيش الإسرائيلي يقول أنه يستهدف مواقع لحزب الله أو مواقع للحرس السوري الإيراني ودائما ما يحاول أن يفصل الجانب السوري عن هذا الموضوع في محاولة لإثارة الكثير من الحساسيات في هذا الإطار لكن يعني رحنا أو جينا وشرأنا وغربنا عمليا هو يستهدف سوريا يستهدف كل ما هو في سوريا ويستهدف المواقع السورية سواء كان فيها أحد من حزب الله أو ما فيها أحد من حزب الله سواء كان فيها أحد إيراني أو ما فيها أحد إيراني ولكن اليوم الرسالة ما هي الرسالة التي أرادت إسرائيل أن ترد بها على مسيرة حساسة هو إحداث هذا النوع من البلبلة في الداخل اللبناني هل أرادت أن تقلب الشارع على حزب الله يعني أن البعض يعتقد أن مجرد أن نسمع هذا الهدير الذي ذكر كتار بانفجار أربع آب مجرد ما نشوف الطائرات كانت كل متوقع أنه في ضربة إسرائيلية بهذه البهلوانية التي عملتها إسرائيل بسماء لبنان ولكن أرادت برأيك أن تزيد النقمة على حزب الله في الشارع الآخر نحن نحاول نرى قراءة ردة الفعل فقط في الداخل اللبناني من خلال مقام به العدود الإسرائيلي علينا أن نرى ما الذي أحدثته حسان في الداخل الصهيوني هذا الرعب يعني شفنا نحن في ناس بالأهاوي تركت نزلوا على الملح بل فوتير وما دفعوا الفوتير وهربوا إلى خيره هذا الإرباك الذي أصاب العدو الصهيوني بهذا الشكل من طائرة مسيرة في حين أن هذا الأمر لو أردنا أن نقيسه في الساحة اللبنانية لم نرى مثل هذا الهلع والخوف الذي حدث في الداخل الإسرائيلي وبالتالي إسرائيل حاولت أن تمتص حالة النقمة الكبيرة التي أحدثتها طائرة حسان في الداخل الإسرائيلي هذا من ناحية من ناحية ثانية أيضا هي رسالة أيضا ما ننسى أننا في عدم استقرار بالحياة السياسية بإسرائيل ونتيجة الآن نفتالي بينتو بدون يجي مائير يعني شو اسمه هذا بعد منه وزير الخارجية حاليا يعني بدون يعني فيه تسلم وتسليم بالسلطة وفيه كثير من الحك في الداخل الإسرائيلي المتابع للمقالات والإعلام الإسرائيلي حليمة يدرك تماما حجم التخبط في الداخل الإسرائيلي أنا ما أقول الآن أنه نحن الآن فتنا على القدس وخلصة القضية لا هذا صراع وكل من لديه أسلحة مفترض أن يحاول أن يشهر هذه الأسلحة حتى يقول بشكل أو بآخر أنني أنا في مكان لا أخاف منك الإسرائيلي يحاول أن يقول مثل هذا الأمر لكنه أصيب بارتباكات كبيرة وهذا التطور الخطير سيترك أثرا كبيرا في البنية الإسرائيلية على المستوى النفسي على المستوى الإعلامي على المستوى العسكري على المستوى الأمني انكشاف هذه الشبكات في الداخل اللبناني فشل كل ما يحضر له في الداخل اللبناني حتى في التصريحات الصهيونية التي غازلت سمير جعجع والقوات اللبنانية وفتحت المسار من جديد في لبنان سنحضر عن هذا الموضوع هذا يعني أن الإسرائيلي يعمل بأي شكل من الأشكال لمحاولة ضرب حزب الله لمحاولة مواجهة حزب الله هذا يعني أن حزب الله أصبح في مكان يخيف الإسرائيلي حقيقة هلأ بصرف النظر عن بعض يعني تعرفين بلبنان للأسف يعني ما هو نتيجة هذه الانقسامات فأنت شو ما عملت معادلة بيطلع واحد بيسخفها بيطلع واحد بيحاول أنه يستهيم فيها لكن نحن علينا أن ننظر بالعين البعيدة ليس فقط في الحدث نفسه لما بعد الحدث أنا كتبت أنه الآن كنتم مع حسان وغدا ستكونون مع صواريخ عماد وزر الفقار طبعا أنا لا أعرف أن هناك صاروخ اسمه عماد وزر الفقار لكن أنا متأكد أنه سيكون هناك صاروخ عماد وزر الفقار من حرب مع لبنان يعني شفنا الطائرات راحت وإجت ثواني بسماء لبنان وغادرت دون بلا أي أثر عسكري ربما هل إرسال مسيرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى هذا الوقت الكبير والذي إلعو دلالاته عسكريا دون أن تتمكن منظومة القبة الحديدية ولا حتى الصواريخ الإسرائيلية من ردعة أو من اعتراضة وتعود منجزة المهمة إلى لبنان وتأتي طائرات من بعد إسرائيلية لتجول بهذا الشكل وتخرج وكأنها لم يعني كأنها لم أجد هل يعني ذلك أنه اليوم إسرائيل تخاف أكثر من أي وقت مضى من أن تشن أي غارة على لبنان أو أن يكون هناك حرب مع لبنان وتحديدا مع حزب الله هذا شوف في قراءة العقل الإسرائيلي علينا أن نفكر دائما لماذا قام حزب الله بمثل هذا الأمر يجب علينا أن نثبت أولا حقنا في مثل هذا الأمر يعني خلينا شوي بعض اللبنانيين ليمكن بعض الأحيان من بساطتهم ومن حبهم بيطلع معهم شغلات مسيئة ويمكن الناس لا فعلا هني مسيئين ويمكن في ناس ما بتفرق معهم يعني هني مع المقاومة بدون أي حساب خلينا خاطب الثلاث اللي ما عنده حساب مع المقاومة فهو خارج يعني خارج خارج أي سياق بنحكي فيه لأنه هو يدرك تماما أن هذا العدو لا لغة معه إلا لغة السلاح والمواجهة طيب يمكن هود تلاقيهم عشرين عشرة ثلاثين أربعين يمكن خمسين يمكن ستين ما بعرف بالأحصاءات لكن كلما زدت فيه منسوب الفخر والاعتزاز والقوة كلما الناس بتتشجع كلما الناس بتشوف شيء أنت بتسجليه كلما بتحس يعني ما في حدا الافتخار والنصر ما بيعنيه ما في حدا التحدي والقوة ما بيعنيه أنت كيف لما تسبتي معادلة معينة في ناس بتكون متأرجحة حالة خوف حالة قلق مش عارب شو الاخيري لما بتشوف أنه انت هل قد قوي لا بتغير كتير من الأفكار أو في ناس لا هي أدمنت الجبن والإنهزان إما عن طواطق وإما عن جبن وإما أنه هي ما بدا تكون موجودة بهذه الخريطة طيب هود شو ما عملت معاهم أساسا ربما يعني رح يكون صعب محاكيتهم لا أرجع أكد على فكرة الحق اللي نحنا ما نحكي فيه يطلع حدا بيقول لك لماذا قام حزب الله بهذا الأمر وبهذا التوقيت وبتعرف كلمة التوقيت عندنا من السبعة وستين إلى هلأ مش هنخلص منه يعني من وقت الهزائم لهذا ونكما يربط هذا الأمر بالاتفاق النووي وإن أصبحت هذه المفاوضات شوفي أنا أكتر شخص ممكن يكون قريب من حزب الله وأجزم يعني جزما نهائيا أن هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد ليس له علاقة لا بفيينة ولا بكل الموجودين بفيينة لا من قريب ولا من بعيد ولا يعنيه هذا الأمر هذا الأمر محض إيراني مع المجموعة الغربية بيوصلوا لاتفاق كان به ما بيوصلوا لاتفاق كان عليه هذه هي نقطة المعادلة بالنسبة لحزب الله بهذا الموضوع لن يكون له تدعية على الساحة اللبنانية كل من يحاول ربط هذا الأمر تعرف كثير عندنا بالساحة اللبنانية ما شاء الله المحللين والمفلسفين ومنه بالجر يعني كل واحد بيطلع بباله بفكرة بيصير غزيلة يعني بيجيب لها قنوات من هون ومن هون وغدران لحتى يعني يخليها تنصح يعني بتكون سماكة الآن شوية بتصير سماكة قرش لا حزب الله بحساباته مع العدو الإسرائيلي ما له علاقة بالموضوع الإيراني أولا وأخيرا نعم حزب الله يستمد كل الدعم من إيران وهذا أمر معروف ما في أي مشكلة لكن حالة الاشتباك القائمة بينه وبين العدو الإسرائيلي ما له علاقة بقرار إيراني أو بعدم وجود قرار إيراني هذا ما له علاقة هذا له علاقة بمسألة تتعدى القرار الإيراني تتعدى القرار الإيراني إلى درجة إلى علاقة بالوجود. إلى علاقة بالإديولوجيا. إلى علاقة بالعقائد. ممكن أنت تتشاركين فيها مع كثير من الناس. وممكن تختلفين فيها مع كثير من الناس. مثل ما المسيحيين يقولون اليهود صلبوا المسيح. لو تجيب كل مسيحية الأرض. تقولين أن اليهود لم يصلبوا المسيح. لا يمكن يقنعوا بعكس ذلك. صحيح. لأن هذه مسألة عقائدية عندهم. أما تعملين مصاريف عملية. مصروف عملي بهذا الموضوع. هل تأخذين العقل المسيحي إلى مواجهة مع الإسرائيليين تحت هذا العنوان؟. يمكن ناس تقبل ناس ما بتقبل. ناس عند هذا الفكر. ناس ما عنده هذا الفكر. وبيبرروا مئة ألف تبرير وتبرير. أما بالنسبة للمسلمين. ليس هناك من مسلم على وجه الأرض. لا يعتبر أن المسجد الأقصى هو حق للمسلمين. وأن فلسطين مغتصبة ومحتلة. وبالتالي حتى من ذهب إلى التطبيع. وإلى الخيانة. وإلى التحالف مع إسرائيل. هو يدرك في صميم نفسه أنه يقوم بشيء منكر. وبشيء خارج كل المنطق. لكنه يفعل ذلك إما تآمرا على القضية مرادات للأمريكي. وإما أنه نكاية بأحد ما في المنطقة. مرة بيسموه إيراني. مرة بيسموه حزب الله. مرة بيسموه ما بعرف شو الأخير. لكن خليني أرجع على أصل الموضوع. أصل الموضوع أن حزب الله قام بهذا الأمر. وهو رد اعتبار. وهو حق مكتسب له. وحق مشروع. طيب. العدود الإسرائيلي من 17.01 إلى الآن إذا عدينا كم مرة اخترق السماء اللبنانية. إذا عدينا كم مرة اخترق المياه الإقليمية اللبنانية. إذا عدينا كم مرة عن خروقات برية بمزارع شبعة أو غير مزارع شبعة. صاروا بالألاف. بيجوا قوات الطوارئ الدولية. بسجلونا إياهون. والجيش اللبناني بيعملنا بيان فيهون. مرة من روعة لأمم المتحدة أو على مجلس الأمن. وأكتر المرات عم نبلع هذا الأمر بدون أي تصل. إجا حزب الله يقول كفى عربدة لسمائنا. كفى عربدة لمياهنا. وكفى عربدة لبرنا. هلأ عملنا هذه الخطوة. يعني هذا ستليه خطوات. هوني بس بدي أسألك قبل ما أتلقل إلى موضوع آخر. هل تعتقد أن هذا الأمر اللي حصل خلال يومين الماضيين انتهى عند هذا الحد أو له تداعيات في الأيام المقبلة. يعني خلص خلصة أرسل حزب الله المسيرة. عادت مهمتها ناجحة. بعض الإسرائيلي طيارات. وخلصت عند هذا الحد. يعيد ترتيب أوراقه الإسرائيلي في الداخل. هذا عائد لما يفكر به العدو الإسرائيلي. يعني بالأصل. يعني كما قال سماحة السيد. أعود وأكرر وأقتبس من خطاب سماحة السيد. لأنه هو المعني وهو قائد هذا المحور الآن في المنطقة. الذي يرسي مثل هذا الفكر المقاوم. هو قال لسنا من هوات الحرب. ولا نسعى إليها. لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كل ما يفعله العدو الإسرائيلي. وبالتالي هذه الرسالة فهمها الإسرائيلي تماما. مرة بفهمها 15 على 20. مرة بفهمها 17. مرة بفهمها 20. حسب نسبة الفهم تعوله. إذا قدر فهمها 20 على 20. كان صلى الله بارك. مثل ما بقوله. لكن كتاب الصراع. هذا كتاب لا يقفله. لا السيد حسن نصر الله ولا فيصل عبدالساتر ولا أي أحد. هذا كتاب مفتوح. هلأ. ممكن بعض الأحيان يمر. مثل أنت عندك كتاب بالبيت. أو وقات يأتي عبالك تقرأ. أو وقات يأتي عبالك تذكره. بس عادة تحطيه موجود قدامك. تتذكره أنه تفتحي لك صفحة تقرأ. كتاب الصراع مع العدو الإسرائيلي. مرة تقرأ منه عشرين صفحة مع بعض. ومرة تطويه تقرأ صفحة صفحة. حسب المتطورات. أنا ما عم بقول أنه الأمر بس عائد لقرار بيأخده حزب الله دغري هكي مباشرة. لا يطلع البعض يتفلسف على حزب الله. يقول قرار الحرب والسلم. يا حبيبي. أنت مش شايف أنه هذا العدو. هو اللي بيأخد المنطقة على حرب. هو اللي بيأخده على. أساسا ما في عنده سلم. بقاموسه ما في سلم. وما في دستور. وما في قانون وما في حدود وما في أي شيء. طيب هذا كله مش شايفه. القصف المتواصل والانتهاكات المتواصلة. كله مش شايفه. محاولاته للدخول إلى الداخل اللبناني والنسيج اللبناني. والاغتيالات والتجسس. كله مش شايفه. أنت بس تشوف حزب الله إذا عمل أي شغلة. بتطلع بتقول أن حزب الله يأخذ الحرب والسلم. وأنه يأخذنا على أجندة إيرانية. وأجندة باكستانية. وأجندة أفغانية. لننتقل إلى موضوع آخر. وننطلق من القرار 17-01 والقروقات التي تقوم بها إسرائيل. كان لافت كلام الرئيس نبيه بري لصحيفة الأهرام يوم أمس. على هامش مؤتمر البرلمانات العرب في القاهرة. إلى أنه تحدث عن لأول مرة كشف مصير ربما المبادرة الخليجية. والتي كانت الكويت الرعية لهذه المبادرة. وقال أنه الخلاف أساسا كان على النقطة 15-59 و 17-01. الاثنينتهم بنصه على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ليتم تطبيقه. وطالما أن الإسرائيلي ما زال محتلا لقسم من الأراضي اللبنانية. بناء على 15-59. وما زال يخرق السيادة اللبنانية يوميا. ويخرق القرار 17-01. لا يمكن أن تطبق هذه المبادرة التي حميلتها الكويت معها. هل سقطت المبادرة الكويتية؟ موضوع سقطت أو غير سقطت هذا عائد إلى الدول. لأنه لم يأتي رد بعض منهم. يعني إلى الآن. هني ما بعرف كانوا على أساس في 28 شباط. بده يأتي أبو الغايت إلى بيروت. مفترض وزير أو أمين عامل الدول العربية. مفترض أن يكون هناك لقاء. بصرف النظر. لكن أريد هنا أن أشيد باللفتة الزكية من رئيس مجلس النواب نبي بيري. لأول مرة أحد يحاول يعمل ربط بين 15-59. وما له علاقة بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هو نص 15-59. يتناسو كثر. أنه ينص القرار 15-59 على انسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان. انسحب السوري. ولكن بقي الإسرائيلي. السوري عندما خرج من لبنان. بعيد الألفين وخمسة. قال أنني نفست الشق المتعلق بالـ 15-59. أو بما معناه. ولذلك خرجت السيدة باهية الحريرة. بوقتها متذكر. قالت شكرا سوريا وإلى اللقاء. لكن البعض في لبنان. ما بدهم إلى اللقاء. وما بدهم شكرا. بدهم تصير سوريا عدوة. وتصير إسرائيل جارة. على غرار تغريدات جنبلات وجعجع وتصريحاتهم. وأن كان نوعا من النكتة السوداء. إذا بدك. لكن هذا يشي بمضامين خطيرة. عندما نتحدث ونستشهد بأن جارنا يقوم بكذا. وأن عدونا تصير سوريا. بكل حال. اللفت الزكي من رئيس مجلس النواب. وبيه بريلي. لأول مرة يحاول يفسر هذا الموضوع. وإن كان يدرك رئيس مجلس النواب. وهو الأعلم. وهو الأكثر قدرة على معايشة كل القرارات الدولية. باعتباره الدوليماسي الأول في لبنان. أو السياسي الأول أو الأقدم إذا بدك. والأكثر حنكة من بين كل الموجودين. لنعترف بمثل هذا الأمر. على الأقل. حتى لو كان هناك البعض يختلفون معه في وجهة نظر. هم أحرار. لكن نريد أن نعطي الشخص حقه المنطقي والطبيعي. هذا الرابط يريحنا من مسألة أساسية. أولا هو يريد أن يلفت إلى أن المقاومة هي ليست جزءا من الميليشيات التي نطق عنها الـ 1559. وبالتالي هو إعادة تصويب لمنطوق هذا القرار. لأنه تعرف أنت يمكن ما بعض إذا عايشتها الفترة أو قرأت عنها. الـ 1559 عندما صدر في أواخر الـ 2004 كان عليه كثير من الخلافات إلى درجة فجر الكثير من المشكلات في الداخل اللبناني. واتهمت شخصيات بأنه وراء. مرة تهم رئيس الجمهورية وراء. ومرة تهم الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه وراء. ومرة تهم مروان إحمادي وراء. ومرة تهم اللوب اللبناني اللي بيشتغل مع الأمريكان برهن وراء إلى آخره. كان كل سعي هؤلاء أن يكون شاملا أو يتضمن سلاح المقاومة. يعني أن تصبح المقاومة ميليشيا. وهم بهذا الأمر يتعمدون الإساءة إلى فكرة المقاومة. المقاومة هي ليست ميليشيا. المقاومة ليست جزء من الحرب الأهلية. المقاومة نتيجة الاحتلال. وبالتالي هي نشأت بسبب الاحتلال. وبالتالي لا ينطبق عليها منطبقة على المتحاربين في الحرب اللبنانية. الذين باعوا أسلحتهم. مثل جعجع بيع الأسلحة. وما بعرف شو عمل بالمصاري. أو جمبلات أو إلى غيره. أو حركة أمل التي سلمت الأسلحة إلى الجيش اللبناني. والبعض منهم نسلم بعض الأسلحة إلى الجيش اللبناني. لكن كل هذه الأسلحة الثقيلة. الأسلحة الفردية. لم تسلم إلى الجيش اللبناني. وبقي موضوع الاتفاق الطائف وما نص عليه. بقت الأسلحة الخفيفة. كلها عند العالم ببيوتها. لذلك إذا الجيش اللبناني بيعمل مداهمات عمبه جنب. بكل بيوت بيلاقي أسلحة. إذن محاولة الرئيس نبيه بري. إبعاد المقاومة عن منطوق الخمسة عشر تسعة وخمسين. هذا له علاقة بكل الثبات في المواقف السياسية. التي صدرت في البيانات الوزارية والحكومات اللبنانية. منذ ما بعد اتفاق الطائف. وصولا إلى اللحظة الحالية. المقاومة هي خارج الخمسة عشر تسعة وخمسين. لكن إذا أصريتم أيها المجتمع الدول بين قوسين. أيها الدول الخليجية إلى آخرين. أنت تقصد أن ما حملته المبادرة الكويتية. عندما تحدثت عن تطبيق الخمسة عشر تسعة وخمسين سبتاش تسعة سفر واحد. يعني انزعوا سلاح حزب الله. هي ذهبت إلى منطوق الأمريكي ومنطوق الإسرائيلي. في موضوع الخمسة عشر تسعة وخمسين. أما الرئيس بري حاول أن يفصل بين هذا الأمر. وبين المقاومة التي هي سبب الى احتلال. إن أنها السلاح بائقي طالما. أو المقاومة أن هناك احتلال. هذا على صعيد المبادرة الكويتية. لن نروح على الانتخابات. هل تتوقع أن تحصل الانتخابات بخمسة عشر أيار؟. أو أنت مع الحديث الذي يقول أنه ستؤجل أقل إلى آخر أيلول أو منتصف أيلول. لأن هناك حديث استجد مؤخرا على أن يكون على شكل تسوية تأتي برئيس جمهورية بتشرين. متفق عليه فتحصل الانتخابات قبل تشرين. شوفي حليمة بالمجمل العام من خلال القراءة الاستبيانية لواقع الأمور. يدرك أي مواطن عادي أن الجو ليس جو انتخابات. من أي ناحية فينا نحكي. يعني شو الشيء اللي بيخليك تتطلع وتقول أنه ما في جو انتخابات. الانتخابات عادة بدوا يتحضر المسرح لإله. ليس المسرح الإداري. المسرح السياسي. المسرح الميداني. اللوائح. التحالفات. الجولات الانتخابية. البرامج. إعلان المرشحين. ما بعرف شو إلاختي. كل هذا إلى الآن ليس موجود. يعني الموجود الآن خطاب مستعر. خطاب مشتعل. خطاب فتنوي تحت عنوان الانتخابات. والاستشهاد دائما بأن المجتمع الدولي يريد الانتخابات. يا حبيبي إذا أنت لبناني. مفترض لأنك لبناني. ولأن الانتخابات قادمة واستحقاقها دستوري. يجب أن تتمسك بهذا الاستحقاق. لأنه أمر لبناني دستوري. ليس لأنه المجتمع الدولي يريد انتخابها. برأيك لماذا المجتمع الدولي يريد الانتخابات؟ هل يعتقد المجتمع الدولي أنه يستطيع أن تكون نتائج هذه الانتخابات مشابهة لنتائج الانتخابات في العراق؟ شوف إذا أحسن نظام عادة المجتمع أو المجتمع الدولي بين قوسين. إذا نزعنا عنه الصفة الأمريكية بشكل أساسي. خلينا نحكي عن المجتمع الدولي عموما. المجتمع الدولي عموما يراهن دائما على سيرورة العمل بالنظم الديمقراطية في البلاد التي يصبح فيها انتخابات. لأنه عندما تتعثر مثل هذه الانتخابات. يعني يكون هناك فوضى وليس عارف شو. فهذا أمر يطالبون به من حيث المبدأ كمصدره. عندما ندخل أمريكا في المجتمع الدولي. ويجب علينا أن ندخلها. لأنه عمليا لم يعد هناك مجتمع دولي بدون أمريكا. فأمريكا دائما عندما تصر على شيء. يكون هناك في خلفية ما تطالب به. أو في منطوق الخطة التي تحملها أشياء معينة. هل تحاكي النموذج العراقي؟ هل تريد أن تصنع أو تبتدع نموذجا جديدا في لبنان؟ أنا برأيي ربما الأمرين معا. ربما هي تريد أن تحاكي البيئة العراقية أو النموذج العراقي. لكن هذا النموذج العراقي كما تريده أمريكا. لم تتبين معالم له في الساحة اللبنانية. يعني بالواقع العراقي شو صار؟ صار خرق بالبنية الشيعية. صار خرق بالبيئة الشيعية. اليوم هناك تعويل على خرقات في البيئة الشيعية اللبنانية. لأنه طلع تشرينيين شيعا بمناطق الجنوب. نتيجة الإهمال. نتيجة مش عارف شو إلى خيره. ونتيجة ارتباطهم بأنجي أوز وغيره إلى خيره. ونتيجة دخول دول مثل الإمارات. ومثل السعودية. ومثل فرنسا ومثل أمريكا. وفيتوا على الخط بشكل كبير. طيب. العالم. يعني أنت تتهم جميع من هم مع 17 تشرين. عمول قلت 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 بدي أكمل الأسباب. فضل. هذه جملة من الأسباب. جملة من الأسباب الأخرى أن كل هذا الطاقم السياسي الذي حكم العراق بعد سقوط نظام صدام عسان. لم يرسد عائم للتنمية وتداول السلطة والابتعاد عن المحاصص. يغرق بالموضوع اللي شبيه بالموضوع اللبناني. فكرد وعرب وصنة وشيعة. وهذه الطوائد. ثلاثة. الأهم من ذلك كله. أن العراق الذي يمتلك كل هذه السروات. إلى الآن لا كهرباء ولا ماء ولا تنمية ولا أي شيء. طيب وين أموالها الدولة؟ وين خزائن الدولة؟ وين جزائن الآخرين؟. طبعا بلا شك أن الأمريكي هو مسؤول بشكل أساسي. لأنه يمنع أيضا الكهرباء. مثل ما يمنع بلبنان الكهرباء. مثل ما يمنع كثير من الشغلات. لكن الأمريكي اليوم يمسك زمام مبادرة لاستجرار الغاز من هذه فترة. هلأ منحكيك عن هذا الزمام؟. هو لا يمتلك زمام أي شيء. هو يمتلك زمام خنقنا بس بكل الجهات. فلذلك حاكى الأمريكي أراد أن يحاكي النموذج العراقي بمثل هذه الصيارة. يعني خرق في الساحة أو في المقاعد الشيعية. هل يستطيع اليوم بهذا؟. هذا الأمر لم يتبدله إلى الآن. كل صولاته وجولاته وطلع معه. يعني تعتقد أنه اليوم حزب الله وحركة أمل قادرين على أنه يخدوا كل مقاعد الشيعة في البرلمان اللبناني. إذا حصلت هذه الانتخابات دون خرقات؟. المسألة ليس بس إعتقاد. المسألة أبعد من الإعتقاد. المسألة أن هذه البيئة الشيعية تدرك تماما أن الحرب عليها ليس لها علاقة بأنه هذا النائب أحسن أو هذا النائب أحسن. يعني المفاضلة ما عم تكون هون. وإن كان على حركة أمل وحزب الله وكل الأحزاب في لبنان. أيضا عندما يريدون أن يقدموا وجوه. عليهم أيضا أن يراعوا مثل هذا الأمر. لكن المسألة بالنسبة لحزب الله وحركة أمل مش هون حساباتها. حساباتها بيكسرهم. ما إلي علاقة أنه جبتي إيها بإحمادي أو جبتي حسن الحسن أو جبتي بحسن أبيسي أو جبتي أي حدا أو وعلي خراس. ما إلي علاقة. ما إلي علاقة بالأشخاص. وإن كان الأشخاص بعض الأحيان طبعا بيكونوا عامل مؤثر بيكونوا عامل فاعل بالتأكيد. وهذا أمر مش بس عند حزب الله وحركة أمل عند أي حدا. لكن عملوا قراءة الأمريكان بكل هالأنجي أوز الفلتانين بكل المناطق. ما عم يقدروا إليه عملوا أرضية معينة لنواة. أولا مش لأن الشيعة يعني أنه هن أهم من غيرهم بالبلد. الشيعة مثلهم مثل الآخرين بالبلد. صيبهم ما صيب الناس بالبلد. يعني في حاجة في عواز في فقر في مش عارب شو. في إهمال أكيد مثلنا مثل غيرنا يعني شو أنا شيعة وموجوع مثلي مثل غيري والسنة موجوع والمسيحة موجوع. لكن دايما الشيعة عنده حسابات بالبعد الآخر. إليه علاقة أنه يا عمي هادي ما قدروا إلينا بالحروب. ما قدروا إلينا بالأمن. ما قدروا إلينا بالاستخبارات. جايين الآن بدون يحطمونا من خلال يعني نتوءات تدخل في هذه البيئة بشكل أو بآخر. لتزايد على المقاومين وتزايد على الشوارات. يعني حضرتك تعتقد أنه من مصلحة حزب الله أن تحصل هذه الانتخابات وليست من مصلحة المجتمع الدولي بما فيها أمريكا؟ حزب الله أكثر حدا متمسك بالانتخابات وأكثر حدا بدوا الانتخابات وأكثر حدا يعمل للانتخابات. مين ما بدوا الانتخابات اليوم من الداخل اللبناني؟ التيار الوطني الحر يريد حصول هذه الانتخابات؟ شوفي مين ما بدوا ما حدا فيه يقول أنا ما بده حتى اللي ما بده أنا بقلك إنه جملات ما بده بس يمكن واحد ألا يقول لي يا خي ليش اخترت جملات أنا يمكن بقلك هلأ حاليا جعجع ما بده الانتخابات رغم كل هذا الصريخ اللي عم يصره بالإحسابات هؤدي ما بده الانتخابات بالإحسابات حزب الله وحركة عمل هني أكثر ناس بده الانتخابات عم بحكي بالإحسابات هلأ ممكن أنا مغلط أنا مش عامل شركة إحصاء يعني أي حسابات وإن كنت لأؤمن بالإحصاءات كثير بالساحة على أي حسابات تستطيع؟ أنا بقرأ بحسابات خلاص الناس ووفاء الناس حب الناس تفاني الناس صبر على الألم صبر على الوجع هذا يعني نحنا جربناها هذه البيئة هذه البيئة جربت حزب الله فيما له علاقة بحرب ضروس ولكن ليست الحرب فقط المعيار لحتى أنا أنزل انتخب نفس الأشخاص مجددا هناك يعني الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي هذه الأحزاب وإن كان حزب الله أو حركة عمل أو كل الأحزاب اليوم موجودة بالبرلمان اللبناني وفي الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية ما يحصل اليوم مع اللبنانيين شوفي ما علي شي وان كنت بدي أخذ نموذج كتير ديني يعني بس كتير مهم نحنا بالأتوخزيني أنا شيعي يعني مضطر أنه أخذ هذا النموذج من بيئة الشيعية وذكرتي الشيعية عندنا بكربلة بالواقع الحسينية في جملة من الأشعار والقصائد أصبحت الآن يتداولها كل الناس من 1400 سنة في بيت بيقول جادوا بأنفسهم عن نفس سيدهم والجود بالنفس أقصى غايات الجودة ماشي الواحد لما بتختبريه بالدم بيعطي دم بيعطي روح هذا ما في بعد منه عطاء هذا موجود عند الحزب السوري القومي عند الشهداء عند الحزب الشيوعي الذين يناضلون في سبيل الأوطان كلهم بيقولون لك عطاء الدم هو أسمى عطاء طيب الله سبحانه وتعالى بيقول هيكي كمان بالقرآن الكريم والله بيقول بالإنجيل هذا الكلام إذن هذه الأمم عندما ترتقي وتصل إلى هذا المستوى بين الفداء والتضحية في مقابل القضايا المحقة في مقابل قضايا مقدسة فما بيصير أنه تعملي له خيارات بين أنه والله هلأ نحن عنا فاتورة كهرباء ما قدرنا دفع نيع ومش عارفة ولكن الناس بحاجة إلى هذه الأمور هلأ بيجي وعب بيقول لك أنت يا فيصل عبد الساتر عم تسفه موضوع الحاجات اليومية لا أنا مش عم سفه وأنا عم بيقول لكل الأحزاب هذا الموضوع يجب أن يكون أولوية من الأولويات الأساسية بل على رأس الأولويات بل هذا هو الخطاب الأهم الذي ممكن أن نحافظ فيه على الناس أن نقدم برامج فعلا لماذا لا تقبل الحكومات اللبنانية العرض الروسي لماذا لا تقبل العرض الصيني لماذا نبقى منبطحين أمام أمريكا روحوا إلى أكثرية نيابية وأكثرية حكومية وأكثرية شعبية ونزلوا على الشارع هناك عرض روسي بـ 18 شهر بيجيب لنا كهرباء لماذا أريد أن أنطر أنا وزير الطاقة يقول لي بالـ 2026 لحتالي يصير حيز التنفيذ المشروع اللي نشتغل عليه مع احترام إليه قد يكون شغيل وقد يكون منطقي باللي يطرحه لكن سأمنا وعودا هذا اللي أريد أن أقول لأن الكهرباء مهمة والتليفون مهمة وخاصة هلأ نحن رايحين لموازن ستقر الدولار الجمرو كيف يمش عارضه بس أنا عم بقول أنه الناس ما دايما بس نحطها بين كفتين خلي موضوع الانتخابات لحال الانتخابات إلي علاقة بمستقبل أوطان إلي علاقة بكرامة أوطان إلي علاقة بكرامة شعب إلي علاقة بقضية شعب ما إلي علاقة بس ببرنامج معين هذا البرنامج المعين يمكن ينضي أربع سنين وما يقدر حقيقه ليس هذا هو المطلوب أما هذه المقاومة التي نبتت من أرض كانت متجمدة كانت قاحلة أصبحت الآن يعني مفروشة بالرياحين ومفروشة بالأشجار المسمرة إجي الآن حط في مقابل هذا الأمر واجعل هذا الأمر فيه مقايسة أو موازنة أو مقايضة أو مقارنة لا بيئتنا لا تقبل مثل هذا الأمر وبيئتنا أعلى بكثير بيئتنا عن بحكي اللبنانية وانا بحكي بيئتنا الشيعية حتى لا يفهم غيره وأنا بعتبر المستقبل العروبيين لا يمكن أن يقايد فلسطين بحسابات رخيصة لا يمكن أن يقايد العروبي بحسابات الخيصة. وهكذا ممكن أن يكون هذا الأمر مع الناصريين مع عبد الرحيم امراد. مع أي حدا. التيار الوطني الحر الذي أخذ خيار مشرقي وأدار ظهره للمشروع الغربي والأمريكي. بعده عند هذا الخيار. طبعا بعده. خيار المشرق علاقة بنسيج العقيدة. بنسيج الثقافي والمكون الاجتماعي. أنا ما فيه. بالباقي بين التيار الوطني الحر اتفاق وحزب الله تعالى م 마�رم خايل ليس فقط باقي. سينتج مارم خايل ومارم خايل والمارم خايل أم مارم خايل ومارم خايل. لا. هذا خيار قناعة مش مصلحة مش حسابات انتخابية هذا إذا كان نفكره سيد جعجع كل مرة بيأوس عليه وأنه مارم خايل ومارم خايل ومارم خايل لا معلاش مارم خايل مش مثل 17 أيار تبعك وتبع القوات اللبنانية اليوم الشارع الشيعي يستند إلى كلام الأعلام العبري والأعلام الإسرائيلي عن لماذا لا ندعم جعجع أو يجب دعمه في الانتخابات وكأن هذا الكلام يأتي من مسؤولين ويتحدثون إلى أنها شفت جعجع وين وشفت جعجع أنت من الأشخاص الذين شفتك كاتب عن هذا الموضوع ستة كانت وستة بعدها لماذا؟ هو كلام بنهيه هو كلام الأعلام الإسرائيلي نعرف أنه يحكي شوف بالمجمل العام هناك شيء في الضمير اللبناني عندما يدخل الإسرائيلي على خط أي مسألة إنما يريد أن يوتر الأجواء ويخلق حالي من التوتير في الداخل اللبناني وهذا ما كنا دائما ندأب على تسميته هناك مؤامرة إسرائيلية وما بعرف شو وعندما يدخل الإسرائيلي على الخط فأن له مآرب معينة هذا دائما قد يصح في كثير من الأحوال أما فيما له علاقة بالسيد سمير جعجع تحديدا كشخص أولا وكمناخ القوات وليس القوات اللبنانية كجسم مناخ القوات يعني العقل في اللاوعي السياسي للقوات اللبنانية هي لا زالت موجودة في نهارية منذ أيام بشير جميل وصولا إلى سمير جعجع واللحظة الحالية هذا العقل موجود بمعنى أنهم لا يرون في إسرائيل عدوة وجودية لا يرون في إسرائيل عدوة للبنان لا يرون في إسرائيل بل يرون في إسرائيل صديق وحليف بل ربما يمكن التفهم معه هذا في اللاوعي هلأ في العناوين التطبيقية العملية بيطلع بيقول لك هلأ أنت بدك تظل لك حامل لغة التخوين أنا ما عم أخون أنا عم بقول فيه وواحد عم يفكر بلا وعي وهيك بيطلع معه سوريا العدو وإسرائيل الشجار هذا مش أنا قلته هني قالوه هني قالوه أكتر من مرة اثنين عندما يدخل الإسرائيلي على الخط هلأ بيطلع واحد بيقول لك أنه أصدر الإسرائيلي فات هذا الخط لا يعمل منسوب من التفجير في الداخل ومين ألأ يعني وهذا ممكن ومين ألأ يعني بس أنه أنت يعني ما أنت صوفتك حمرة ما أنت صوفتك حمرة وما في دخان بدون نار ما في نار بدون دخان شو بيعرفني شو بيقولوها دخان بدون نار ما في دخان بدون نار طيب كل خطابك من وقت اللي مسلت على العالم أنه أنت بالثورة و17-20 وطعمت الحريري بال2017 وعملت اللي سويتون ألبت وشلت وحطيت ولما ما طلع لك شيء من اتفاق معراب وبلشت تعمل كل هذه الحملات في شيء عند سمير جعجع بكل خطاباته غير حزب الله طلعي لي كل خطاباته إذا في شيء غير حزب الله وإيران تعي لي لي يا فايسل عبدالستر أنت مغلط ما فيه هلا كل المعركة حزب الله تبركي هكذا شو بأنه يجذب الشارع المسيحي بهذا وصلت معه بخطاب أول تنباريح أو بتصريح بيطلع ويقول نحن لبنان نحن لبنان نحن من أن نريد لبنان ليس لبنان المسيّرات الغير شرعية أنه إذا نطلع له مسيّرة ويمضي عليها أنه بتصير شرعية شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي هذا؟ بدل ما أنت تطلع تقول لأول مرة لبنان يقض مضاجع الصهاينة ويربكون تطلع أنت تيجي مع العدو الإسرائيلي بنفس التصريح أنه هي مسيّرة غير شرعية شو يعني؟ ما أنت المقاومة كلها عندها غير شرعية ساعة بتعمله إيراني ساعة بتعمله أزربيجاني ساعة بتعمله تركي ساعة بتعمله مش عارب شو بدي بس اختم هذا المحور سريعا لأنه ما عندي دقائق قبل نهاية هذه الحلقة بدي اترأ لموضوع الترسيم ولكن يعني بالمحاصلة فيه انتخابات بأيار ولا يعني تتوقع أن تحصل هذه الانتخابات أو لا ما فيه شيء بيدول أنه في انتخابات إذا حسب إحصاءات وزارة الداخلية إلى الآن ما فيه انتخابات لأنه كل المدمين بيطلعوش عشر اتناعشر مرشح حسب معرفة وخمستاش عدار يقفى خلين يوم خليني لك شيء أهم من هذا كله سوا هناك تهيب يسيطر على المناخ العام في البلد عند كل الأحزاب السياسية فيه كيفية رسم تحالفاتها وتقديم مرشحها الكل ناطر الثاني في انتكيف إلى الآن بعد ما ركب ولا قوس قزح فيه تحالف واحد إلى الآن هل هذا يعني أن هناك سيناريو تحت الطاولة يتحضر أنا أجزم لك وأنا قريب من حزب الله أجزم لك أن حزب الله ليس جزءا هو وحركة أمل من أي سيناريو له علاقة بتأجيل الانتخابات أو التفكير بتأجيل الانتخابات أو المضي بتأجيل الانتخابات هلأ يحدث أمر ما يكون هناك شيء كبير على مستوى كل لبنان على مستوى الخارج ما بعرف ما عندي معلومات ومعطيات أما إذا بدي أتابع بعض المحللين اللي بيحبوا يعملوا هايك فلاشات ويجيبوا جمهور ويجيبوا ناس تحضروا وما تحضروا فيني يقولك هلا والله بس أنا ما بشتغل بالطريقة سريعا المحور الأخير هو موضوع ترسيم الحدود البحرية كان لافت أنه رئيس الجمهورية عدل عن رأيه بأنه الخط 29 هو خط حدود لبنان بمياه المنطقة الاقتصادية للبنان مقابلة نقول نصيف مع رئيس الزميل نقول نصيف مع الرئيس عون كان إلى وقع صادم على الوفد المفاوض على رئيس الوفد المفاوض بس يا سينت لا نسمعنا شؤال وبالعكس صح لرئيس الجمهورية وقاله ما أنت لوقت نحن نزلنا أول جلسة مفاوضات قلت لنا أنه كانت التوجهات لرئيس الجمهورية على التمسك بالحقوق اللبنانية اليوم شو صار لماذا تراجع رئيس الجمهورية أنا لا أعتقد أن الرئيس الجمهورية تنازل عن حق لبناني محسوم ما الذي حدث في الجولات الأخيرة فيما حمله هوكستاين هذا السؤال مفترض أن يوجه إلى كل الذين قابلوا هوكستاين وإلى هوكستاين نفسه ما الذي حمله إلى المسؤولين اللبنانيين فلماذا لم نسمع تصريحا واضحا من الجميع بمعنى أن هذه المسألة مسألة وطنية تداخل فيها عدة عناصر وتداخل فيها أكثر من مفاوض على مدار سنوات إما أن يكون هناك مؤتمر مشترك مؤتمر صحفي مشترك أو بيان مشترك من هؤلاء يكشف فيها حقيقة ما جرى إلى الرأي العام اللبناني أما أن يدخل في عملية اتهام لرئيس الجمهورية أو اتهام لرئيس مجلس النواب أو اتهام لرئيس الحكومة أو اتهام لرئيس الوفد المفاوض من الذي تنازل ومن الذي حافظ ومن الذي تمسك بصراحة ليست لدي معطيات وأنا شخصيا كفيصل عبد الساتر ألتزم موقف حزب الله بهذا الموضوع أن حزب الله لا يعنيه هذا الأمر بتفاصيله غريبا لا يعني هذا الأمر حزب الله الذي اليوم نتحدث أنه الإسرائيلي يخرق الأجواء والمياه برا بحرا جوا واليوم الإسرائيلي سيبدأ بإنتاج النفط من حق الكريش إذا قلنا الخط 29 يعني هو حق للبنان هذا الحق لماذا صمت حزب الله لو من البيئة حتى لا تفسر الجملة حتى لا تفسر الجملة وكأنه هناك التباس عند المشاهد حزب الله لا يعنيه هذا الأمر الدخول في تفاصيله لماذا غريبا مضمون فهو معني بما تتوصل إليه الدولة اللبنانية وتقره عندما تقر أن الخط 29 فهو مع 29 عندما تقر مع 23 فهو مع 23 لماذا نقول أنه مزارع شبعة لبنانية بوقت مثلا هناك من اليوم يتخلى عن مزارع شبعة ليه حزب الله بدأ يقول مزارع شبعة لبنانية بوقت أن الدولة اللبنانية لا تتحرك في هذا الإطار ويريد أن يسكت عن حق لبنان بمياه بثروة البحرية هذا السؤال يعني ينتظر الإجابة أولا بحسب الخرائط مزارع شبعة لبنانية ومزارع شبعة تدخل ضمن القرار 425 الذي صدر في 1978 العدو الإسرائيلي عندما انسحب من لبنان لم ينسحب مكرمة ولا كنم أخلاق انسحب لأنه تحت ضربات المقاومة ولم ينسحب كرمة لعيني يعني لا سمير جعجع ولا أمين جميل ولا نجيب مئاتي ولا فيصل عبدالسيتر ولا وليد جمبلاط ولا أي أحد خرج لأنه كان يتعرض لعمليات كر وفر على مدار سنوات ونتيجة هذه المقاومة انسحب أصبح هناك نقاط عالقة من ضمن هذه النقاط العالقة تلالك فرشوبة ومزارع شبعة هذا الأمر لم يتحرك لبنان على المستوى الدولي بما فيه الكفاية يثبت هذا الأمر علما أن كل الناس لديها سندات ملكية والنائب قاسم هاشم هو أبن شبعة وهو قدم الكثير من الوثائق في هذا الإطار خرج بعض اللبنانيين الخبساء ليحولوا هذا الأمر إلى مشكلة بين لبنان وسوريا علما أن العميد الركن أمين احطيت أكثر من مرة أخرج خرائط واضحة ما بين سوريا واللبنان تؤكد لبنانية المزارع طيب لماذا لا نأخذ بما قاله السوري وليريد أن نأخذ بما يقوله العدو الإسرائيلي عجيب أمر بعض اللبنانيين يريدون عداوة مع سوريا ولا يريدون عداوة مع العدو الإسرائيلي برأيك هل يجب أن يسكت حزب الله يعني حزب الله كان له رأي بكل ما يتعلق بموضوع الحدود والسيادة اللبنانية اليوم عندما يتعلق هذا الموضوع بحدود لبنان البحرية وثروته النفطية صادم سكوت حزب الله لا لا مش صادم قلتلك المبرر الأساسي لحزب الله له بعد إديولوجيا عقائدي أنه لا يعترف أصلا بوجود إسرائيل وبالتالي الترسيم مع عدو مغتصب للأرض بالنسبة إليه من وجهة نظره هو منح شرعية الدولة اللبنانية هناك ضرورة يعني عادة بيقولوا هناك ضرورة لهذا النظام الضرورة لهذا النظام تقتضي أن لا يخسر سرواته الموعود فيها أو يعني المتوقعة أن لا يخسرها وإن كان هناك عدو لكن بما أنه في وسيط يفاوض وإن كان غير نزيها لكن على الأقل بيظل يحافظ على شيء من حقوقه هلأ في موضوع الترسيم التقني إذا حاول حزب الله أن يأخذ موهف يقول أن الرئيس تنازل أو الرئيس مجلس النواب منطلقاته فيها خلل أو رئيس الحكومة فاوض بدون ما يعرف اللبنانيين أو رئيس الوفد المفاوض لما كان يفاوض شيء كل هذه التفاصيل ستلزم حزب الله بأن يكون أحد الموجودين في هذه القضية برمتها وهو يقول أنني فوضت الرئيس نبيه بره وفوضت الرئيس ميشيل عون والرئيس بمنطلقاته الدستورية الرئيس ميشيل عون المسألة اليوم عنده بيسوى أن يتفاهم الرئيس مجلس النواب مع رئيس الجمهورية وتنتهي هذه القصة بموقف لبناني موحد يبلغ به الوسيط الأمريكي ويا دار ما دخلك شر كفى مزايدات على بعضنا البعض يعني هذا الذي يجري في الساحة اللبنانية أما بده ينال من ميشيل عون مع حفظ الألقاب أما بده ينال من الرئيس نبيه بره مع حفظ الألقاب أما بده ينال من الرئيس ميقاته أنا لا أؤله أحد لكن هذا الخطاب هو خطاب ليس صحيحا وليس سليما ولن يأتي بالحق اللبناني الموعود الحق اللبناني يأتي عندما يجتمع هؤلاء جميعا ويتفقون فيما بينهم ألف باء جيم دال ها واوية نقطعوا للسطر انتهى المحلل السياسي فايصل عبدالساتر شكرا لك على حضورك في هذه الحلقة من هنا بيروت وقتنا انتهى أيضا مشاهدين الكرام أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى